السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء تعال خنشوف الأسئلة ما السادس الابتدائي الدور الثاني عدنا بالنسبة لهذه القطعة هاي القطعة هي أصلا قطعة مرئية شن يعني القطعة مرئية يعني هي القطعة أصلا موجودة بالكتاب أكوش كال بيها؟ لا ما أشكوش كال بيها فهن هنا إذا الطالب يريد يقراها فلازم هو حافظ القطعمات الكتاب كلهم تقريبا هن ثمن قطع السرجون الجراح هو طبيب الذي يقوم بالعمليات هاي ترو وراها يقول وهي دائما تقوم بالعمليات في الصباح لا هاي نقدر نستنتجها من القطعة لأن هي مو دائما تقوم بالعمليات في الصباح عادة إذن هاي الثانية هي ترتدي زي الموحد مكتوبة هنا وين راحت وهي ترتدي الزي الموحد ترتدي الزي الموحد إذن true وراها هي تقضي الوقت مع أصدقائها لا هنا يقول مع عائلتها إذن الجواب خطأ هاي تذهبون إلى التسوق كل يوم ما معقولة هي طبيبة ما معقولة تذهب إلى التسوق كل يوم آه هاي دائما ساتردي ترتدي الزي الموحد ترتدي الزي الموحد نستمتع ومجد الموحدة ونستمتع ومجدها في الصباح ولكن ما معقولة كل يوم هي أصلا خطأ ماتر همس كل يوم هاي ترتدي الزي الموحدة هاي ترتدي الزي الموحدة بعيدا عن متناول الاطفال true احمد زيوني فوم از اه وايت روزر لا هو بلاكيت روزر اذا اف اه ان اراك في العراق اه عيد الام ابرل لا هو مارتش زيان هنا ليش قلنا عليها شوية الاسئلة صعبة لان هنا ذني اصلا جايات على شكل الطريقة مالتها على شكل اختيارات فهنا الطالب شوية راح يصير عندك كونفيوجين وربتباك كاسدمر الزبون لايكت ذا نيو انفنشن نعم احب الاختراع الجديد شلدران الاطفال يمكن ان تشاركوا الصور نعم صحيح يقول المصريين القدماء لم يستعملوا الورق خطأ او لم يصنعوا الورق طلاب اساتذتنا انت بنتريد تقول انه هاي صعبة او سهلة يا اما انت قايص على مجموعة من الطلاب الاثكال اللي بنجحوا من الدور الاول او قايصها على نفسك انت يعني كتكلم عن طلاب في الدور الثاني زين احنا مماخدين شي اسمه الفروق الفردية ومراعاة مستوى الطالب طيب ليش ما تراعي مستوى الطالب اللي بالدور الثاني الضعافة جدا انت من غيرت صيغ السؤال من اختيارات الى صح وخطأ اكيد راح ياثر على الطالب صح لو لا ها نجي هنا اذا المفروض المفروض يقرأ والمفروض ما يقرأ هاي بحث اخر سيقعد نجي يتكلم عن مستوى طلاب فمن قلنا عليها صعبة وبعد زين نقول عليها صعبة مراعاة لمستوى الطالب اهنا عدنا الجينز مفرد ثواني جينز هذا العفو جمع الجمع ياخذ ار قلت انا مفرد اوكي اهنا بصيغة المقارنة لان عدنا ذان فراح نخلي اي ار هاي نصا الموجودة بثالث متوسط اوكي الاوفيس نقول عليها في المكتب هاي الصيغة شوية بيها صعوبة ليش صدها بيها صعوبة المضارع البسيط والمضارع المستمر وما جاي بنا الظروف راح تقلي جاي بنا وين اي هاي معنا انت قاعد تشتغل على اسئلة التجارة او اسئلة الزراع الموجودة بمنهجهم يقول عندما انا اشعر بالتعب اي واش تيفي هنا نتكلم عن حالة دائمية اذا اي واش تيفي هنا انا يجب ان تأكل يجب هاي تعتبر للنصيحة فنستعمل شو يجب اما البط والانت انا احب الدجاج للغداء انا اي هادت وانا اكله اذا انا لازم ارادها ترجمة كاملة نجي هنا الى التوصيلات هل استطيع ان اساعدك اي اذا الجواب مباشرة لازم يقول لازم احنا ندور عن العدد فهنا لازم احنا ندور عن العدد اللي اي هاف تو براثرز نعم انتبه رح سهلا ان الطالب يقدر يطابق البراثر مع البراثر ماذا دانا تفعل؟ ماذا دانا تفعل؟ ماذا دانا تفعل؟ نجي هنا بالنسبة للإسقاطات today most أغلب comes from cow أغلب الجلود تأتي من البقر إذا نقل أولى when we do فراغ we often measure size عندما نقوم فنحن نقيس size الحجم match is six months والراحة size عندما نحن do maths الرياضيات عندما نقوم بالرياضيات فنحن نقيس أو نتكلم عن الوقت أوكي يوما البشر هاد لندد نزلوا على سطح بعد ستة six on the moon six match ها ستة مرات six times ثلاثة I am getting easier to find من السهل إيجاد المعلومات الانترنت وراها don't play with much لا تلعب بالشخاط أو عواد الثقاء هنا أنا أيضا هاي الأسئلة بها صعوبة لأن أكو بيهن جا بيهن من ضم يعني شو نقول من بين الأسطر نجي هنا الائتي بروغرامر يابا الائتي بروغرامر وين يشتغل؟ يشتغل بالأفس دي وراها يقول بس درايفر يشتغل وين على روت اي housewife تشتغل بالهوم اف بلدر يشتغل بالبولدينج سايد اي الويتر يشتغل بالرستوران سي الفارمر يشتغل بالفام بي إذن لا هذا السؤال سهل حلو وبسيط نجي للتنقيط بالنسبة للتنقيط لازم بداية الجملة حرف كبير وعندنا اسم شفل ستاني لازم يكون بالحرف الكبير fashion on friday وفرايدي حرف كبير وفي نهاية الجملة نخلي نقطة هما تنحلو ما بي شي الهي همسيلف الهير هير سيلف هار سوف لونج شارت ماذر مام جراند ماذر جراند ما كيف تنحلو ما ؟ هار سوف اس وحف الجراند فقط فدي selected الول نوت هذا اختصارها وانت لانها حالة شالدة بالنسبة للانشاء شباب اكتب عن نفسك واكتب عن هدية انت اشتريتها اوكي هاي الاسئلة كتقييم انا نقيمها 6 من 10 لانها اول شيء ما راعت الفروق الفردية فيما يخص مستوى الطالب للدور الثاني الشغلة الثانية بيها بعض النقاط اللي شون نقول سبب ارباك للطالب اما كبقية لا بقية زينة واضحة ما بيها شيء تكمل الصعوبة بان انها اسئلة شاملة لكل المنهج يعني لازم الطالب كونقار كل المنهج يا الله يدري يسيطر عليها وان شاء الله التوفيق للجميع